وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إنهاء تكليف موظفين من أقارب وزير النقل وإحالته على التحقيق بسبب تأخر الرحلة المتجهة إلى بيروت مثل ما اعتبر تعين مدير الخطوط الجوية مخالفاً لأمر ديواني يتعلق بحصر هذه المناصب رئيس الوزراء وأصدر مكتب الكاظمي بياناً جديد اللهجة وجهه إلى وزير النقل ناصر بدر الشبلي بشأن سلسلة أخطاء وسلوكيات وأخفاقات شابت أداء الوزارة ووجه الكاظمي وفقاً للكتاب إلى إلغاء أمر تكليف هاشم مديراً للخطوط العراقية وإعادته إلى وظيفة السابقة فيما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء عن إقرار مشروع قانون العنف الأسري وإرساله للبرلمان مبيناً أن الكاظمي وجه الوزراء المتخلفين عن كشف ذمامهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت لهيئة النزاها ترجمة نانسي قنقر